اقبطت شين حملتي صنعة في العراق وخليها تخيص لمقاطعة البضاعة الإيرانية نظم متظاهر بغداد معرض شباب التحرير لعرض المنتجات المحلية في ساحة التحرير لحث المواطنين على دعم الصناعات العراقية هذا المعرض اليوم قمناه احنا وبعض الناشطين مع الجهة التنظيمية والجهة الرائية باتفاق مع الشركات العراقية لتعامل منتوج الوطني العراقي حتى نعمر اقتصادنا اكثر حتى نزيد من نسبة الاقتصاد الوطني العراقي اضافة لذلك تشغيل اليد العاملة من خلال دعم المنتوج الوطني العراقي بجهود ذاتية وبمشاركة نحو خمسين شركة محلية اقيم هذا المعرض حيث اكد المتظاهرون ان هذه الخطوة تعد مبادرة وطنية خالصة ولتكون علوالا لتحدي القمع الحكومي والميليشيوي الذي يحاول بشتى الطرق اجهاض ثورة تشريح هذا المعرض انتفق عليه بين المتظاهرين بيناتنا احنا ما عندنا دعم من اي جهة يعني يقولون دعم واي احنا كنا طبعا هو صار هاشتاك انا ادعم الثورة انا امول الثمرة فاحنا اتفقنا على هذا الشيء ضمن كل هاي الهوسة اللي بساحة التحرير اللي تشوفها انتو خوف وقلق وضرب هواي امور احنا بينا للعالم انه اكو حياة اكو عراق جديد ومستقبل افضل للشباب ان شاء الله مستقبل افضل للعراق لن يأتي الا بطبقة سياسية جديدة خالية من الفساد والطائفية والتحزب الاعمى هذه كانت رسالة المعرض الذي يقام في قلب العاصمة هذا المعرض اللي دعنا بالشركات العراقية هو رسالة الى السياسين وولا الى الحكومة بالاحرى بان احنا شباب عندنا طموح ببناء الدولة ببناء حضاراتنا ببناء دولتنا اللي هم اساسا دمروها الشموهة وهي رسالة لهم بانه احنا قادرين على بناء دولة ما بيها لا تحزب ما بيها لا عنصرية ما بيها لا طائفية اذا هي ثورة فكرية قبل ان تكون سياسية او اقتصادية ثورة وليدة مخاض عسير دام لنحو 17 عاما وتتجلى اليوم باشرق صورها متحدية جميع الماط القمعي وتراكمات حالكة ابرزتها حقبة سوداء